اقول للمواطن المصري الكريم في كل مكان فكرة ترسيم الحدود لم تكن موجودة او مطروحة او لم يكن في ازهنة او اسمعنا نسمع ان ايه ترسيم حدود بحرية ومنطقة اقتصادية خالصة الى اخير لم نكن نسمع بهذا او نعرف بهذا لانه لم يكن مطروحة ان احنا نرسم حدود هي مية موجودة وخلاص مصر بقى بتطل على وجهتين تمام على نصيطين مصر دي دولة عظيمة جدا ايه يقول لك على البحر المتوسط في الشمال وعلى البحر الاحمر في الشرق وعندنا نهر نيل وعندنا تسع بحيرات يعني ايه الكلام ده يعني نكتبه في كتبه الجهورافية كل تاريخ مصر او جهورافية مصر كان يكتفى بان تذكر في كتب التاريخي وكتب السنوات الدراسية في الجهورافية خلافه حتى يتم التباهي بموقع مصر الجهورافي هل قمنا باستغلال واستثمار والاستفادة من موقع مصر الجهورافي الاجابة قطعا لا لم يتم الاستجابة او الاستفادة لنداءات الواقع اللي بتقول ان يجب ان احنا نستفيد من هذا الموقع الفريد من نوعه لكن احنا كنا حفظين الشمال البحر المتوسط سواحل مصر لو جبت اي خبير او اي تلميس صغير او اي مواطن تقول له نستفيد ايه من السواحل يقولك الصيد طبعا السياحة طبعا المنتجات طبعا السحل الشمالي ومش عارف ايه لم يكن يفكر احد فيما هو ابعد من ذلك لم يكن يفكر احد فيما هو في باطن اعماق اعماق البحار واحنا عندنا ثروات موجودة احنا بين ايدينا وتحت رجلنا ثروات لكن انا لا نملك الاراضة العلمية او الاراضة السياسية ان احنا نفس الحدود ونبدأ في التنقيب كل اللي انا بحكيه تم في ظرف سنوات قليلة تعد على ايدي على اصابة اليد الواحدة خمس ست سنين رسمنا حدودنا البحرية في البحر الاحمر مع السعودية رسمنا حدودنا البحرية مع ابروس رسمنا حدودنا البحرية مع اليونان جزئيا وشغالين ده بيديني فرصة استفيد من الموقع الجغرافي بتاعي عندي 12 و 12 24 ميل بحري ثم عندي 200 ميل بحري بفصلهم مع الجيران وتم توزيع المياه الاقتصادية الخالصة لمناطق وبلوكات امتياز اللي هو كونسيشنز واتعاقد مع شركات تنقيب عالمية على الغاز والبترول والمعادن وشوفنا البشاير البشاير والبشارات والاشارات من حقل الظهر مثلا حقل واحد ادى الى الاكتفاء الزاتي من الغاز والحمد لله تم تحويل كل محطاتنا من الطاقة الكهربائية التي تدار بالمزود الى محطات كهربائية تدار بالغاز الطبيعي